حادث أمني يتزامن مع مونديال روسيا سائق سيارة أجرى يصدم عددا من المرة مخلفا سبعة جرحة على الأقل في شارع إيلينكا المؤد إلى الساحة الحمراء الجرحة من جنسيات مكسيكية وأوكرانية وروسية فيما قبضت الشرطة بسرعة على السائق صاحب الجنسية القرغزستانية والذي تردد أنه كان مخمورا شهود عيان قالوا إنها امرأة الشرطة تقبض على السائق بعد محاولته الهرب لكن السائق ظل ينفي أنه الفاعل الشرطة الروسية فتحت تحقيقا جنائيا في الحادث لكنها تحدثت في تقريرها الأولي عن فقدان السائق لسيطرة على سيارته الشكوخ لا تزال قائمة بشأن دوافع عملية الدهس هذه خصوصا وأن التنظيمات المتطرفة سبق وهددت باستهداف مونديال روسيا انتقاما من دورها في الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا رمضان بالعمر العربية